الرئيس عبدالفتاح السيسي التقم بارح مع رئيس الروسي بلاديمير بوتن على هامش قمة تجمع البريكسي اللي تعاملت في مدينة قزانة في روسيا بوتن رحب بزيارة الرئيس السيسي وقال انه مبسوط بمشاركة مصر لأول مرة في القمة كعوده في التجمع واكد ان انضمام مصر بيمثل اضافة مهمة وبيساعد في تعزيز التعاون بين الدول النامية من نحياته الرئيس السيسي عبر عن تقديره للدورة الروسي خلال فترة رئاستها لهذا التجمع واكد على هامية التعاون مع روسيا مش بس على المستوى الدولي ولكن ايضا على المستوى الثنائي اللي بيشهد تطور كبير في العلاقات بين البلدين وخصوصا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشميلة بين البلدين عام 2018 وقفنا ايضا على المشاريع المشتركة زي المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس ومحطة انضمع النووية المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قال ان القاء نقش قضايا اقليمية ودولية واتفقوا على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الاوسط واكدوا كمان على اهمية وقف اطلاق النار فورا في غزة ولبنان وتجنب اي تصرفات ممكن انها تزود التوتر الرئيس السيسي شدد على اهمية وصول المساعدات الانسانية لاهالي غزة ودعم استقرار وامن لبنان